اشتركوا في القناة وحضور فني وشبابي واسع يحيي العمري حضر العروض وعاد لنا بالتقرير التالي بين تراجديات المسرح وكوميدياه قضايا يقف على ناصيتها الفنان وينادي يكتبها المؤلف من قلب الشارع لتصل إلى قلب المشاهد يأتي بها المخرج عابرة للمشاعر مستندة على حرفية ومهنية الخبرات السابقة من فناني البحرين المؤمنين برسالة الفن المسرحي المتقنين لأهمية عملية تراكم الخبرات ونقلها للأجيال المسرحية الشابة اللي صار لما يتلاقون الجيلين القديم الجديد في محاكم مثل ذي الجيل الجديد راح يكسب وايد خبرة حلوة وايد يعني في عندنا ما شاء الله أساتذة قدامة قدموا حلو لما نخلص العرب في تعقيب من كبار المخرجين كبار الكتاب فكان تعقيب غايد حلو حق الكل يعني سواء تعقيب كان بنا أو غير بنا اسم تعقيب أن تستفيد منه فهنا على خشبة مسرح نادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي حيث تقام مسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد أهل خليفة للمسرح الشبابي وللأندية تشهد منافسة بين الأندية الشبابية التي تقدم أعمالها المسرحية بكل شغف وعطاء اللي قواها يعني كثرة المشاركات وبعدين يعني الكل قاعد ينافس لأنه فيه جوائز يعني لو كان ما فيه جوائز كان ما ظننتي بتكون هالمنافسة لكن المنافسة وبعد لا ننسى أنها تحمل اسم اسمو الشيخ خالد بن حمد فكل حريصة نشارك فيها نفسة عند الشباب دائما تصنع الابتكار اسمو الشيخ خالد بن حمد دائما يصنع ابتكاره في البحرين في روح الشباب مثل لما تقدم مهرجان مسرحي خصوصا مهرجان شبابي الشباب عندهم طاقات إيجابية طاقات طلع كل طاقتك كل ما يملك من حيث السلوك الأداء الترفيه عن نفسه حبة للمسرح الأداء المتقن والدقة في تقديم العروض كانت الدافع الأول لتوافد الحضور من مهتمين وفنانين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بروعة ما تفرزه المنافسات من أفضل النتائج التي جاءت نتيجة التدبيب المستمر والمكثف استعدادا ليوم العرض على هذه الخشبة من هنا ينبع المسرح من أصل الإنسان من رغبته الحقيقية في التجسيد من خياله الواسع من أصل الحياة هي الشرارة الأولى التي تلهم الفنان العطاء يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين